موسيقى مرحبا بكم مجددا هذه جولة مع أبرز ما جاءت في الصحف المحلية والعربية والعالمية الصادرة صباح اليوم من عنوين ومنشتات ومقالات للرأي نبدأ الجولة بالصحف القاهرية وتحديدا من جريدة الأخبار الرئيس يبحث في اتصال تليفوني مع نظري الروسي استئناف رحلات الطيران وعودة التدفقات السياحية أسيسي وبوتين مكافحة الإرهاب يجب أن تمتد إلى ليبيا واليمن الجماعة العربية أبو الغيط المرشح الوحيد للأمانة العامة صحيفة المصر اليوم فيها بروفا رسمية لتمرير بيان الحكومة أمام النواب لقاءات مع أعضاء المجلس لإقناعهم بالموافقة موافقة البرلمان يرفض زيادة البدل ومذكرة لعبد العهل لإسقاط عضوية مرتضى منصور أمن القاهرة تنضم لفريق البحث عن قتلة الشاب الإيطالي فحص الكاميرات في محيط الجامعة الأمريكية جريدة الوطن في العنوين الرئيسية التحقيقات تمويل اغتيال بركات جاء من تركيا واتخاذ الإجراءات القانونية لملاحقة المتهمين المتورطين في الحادث والهاربين خارج مصر الدولار يكسر حاجز العشرة جنيهات في السوق السوداء البترول تؤكد ارتفاع الدولار يزيد من تكلفة استيراد المنتجات البترولية أيضا في جريدة اليوم السابع مجلس الصلاحية يحيل زكريا عبد العزيز إلى المعاش التأديب المستشار خالف قانون السلطة القضائية في اقتحام أمن الدولة الزمالك يهدد بتجميد الأنشطة الرياضية ومناميده من العمل بالنادي انضم مكي لقائمة الفريق في موقعات الكاميرون ما يشهده مجلس النواب من انقسامات واضطرابات ألقى بظلاله على مقالة الرأي لعل أبرزها مقال زياد بهاء الدين بجريدة الشروق والذي ندى فيه بضرورة استعادة البرلمان لهيبته ووقاره لأن ضعف البرلمان وكثرة صراعاته تفقده المصدقية وقال أداء البرلمان خلال الأشهر الثلاثة الماضية كان شديد السوق الفوضى التي اكتاحت جلساته الافتتاحية وتعطيل النشاط التشريعي أسابيع طويلة لحين مناقشة اللائحة وتأجيل عرض بيان الحكومة أكثر من مرة والصراعات السائدة في كل جلسة كل هذا أدى إلى ترسيخ انطباع سلبي هذا ليس في صالح البلد لأن ضياء هيبة ومكانة البرلمان تضعف من دوره التشريعي والرقابي علينا جميعا أن نتمسك بتصحيح مصاري المجلس وضبط أدائه لأن ضعف البرلمان يضيع من مصدقيته الحفاظ على قوة ومتانة العلاقات التاريخية بين مصر والسعودية كان محور مقال مكرم محمد أحمد بجريدة الأهرام والتي أكد فيه على أن مال البلدين الكبيرين من سقل يوفر قدرا كبيرا من الحماية في وقت تموج فيه المنطقة بالاترابات والسرعات تحت عنوان مصر والسعودية في المنهج لا في المضمون قال الكاتب لبديل عن الحوار المباشر والصريح بين القاهرة والرياض رأسا ودون وسطاء فتبقى علاقات البلدين محصنة ضد كل محاولات الوقيعة التي ينشط من أجلها كثيرون يهمهم تفكيك ما تبقى من علاقات التضامن العربي إمعانا في إضعاف الموقف العربي وتبديد فرص قوته وأظن أن الحفاظ على هذه العلاقات راصخة قوية تقدر على استيعاب أي خلافات تيكتيكية محدودة والأمر يتطلب اعتماد منهج مختلف يقوم على الوضوح والمكاشفة وإجلاء المواقف أول بأول عبر دبلوماسية نشيطة لا تترك ذخرة ينفذ منها آخرون نتحول في معرض قراءتنا الصحفية إلى صفحات الصحف العربية ونبدأ من صحيفة الشروق التونسية التي كتبت على غلافيها بن جردان مقبرة الجردان مصرع 36 إرهابي واستشهاد 18 أمنيا وعسكريا ومدنيا الجيش والأمن والديوانة والأهالي ينتصرون على الدواعش التخطيط للعملية تم في ليبيا والجزائر تستنفر وتشغل طيرانها الحربي عنوين صحيفة السفير اللبنانية فيها داعش يضرب في تونس ومعركة كسر حدود مع ليبيا بلدة وانا العراقية تنتظر الغرق والأهالي يعيشون حالة من القلق والتشكيك في منحضر سد الموصل بايدن في إسرائيل اليوم والمساعدات بشروط أوباما والبيت الأبيض يستبق الزيارة بإعلانه أنه لا يتوقع حدوث اختراق بشأن التسوية مع الفلسطينيين نرصد من عنوين القدس العربي هدوء في مناطق الهدنة قبل أيام من المفاوضات السورية وأنباء متضاربة عن دخول صالح في حالة صحية متدورة محاولات لنقله للخارج بعد فشل دخول أطباء إيرانيين لليمن الإعلان عن تشكيل لجنة تجاوز الطائفية في مجلس النواب العراقي ننتقل إلى صحيفة الحياة اللندنية والتي قالت ملف النفايات في لبنان يعود مجددا إلى التأزيم بعد تعصر التوافق والوصول إلى حل في شأن المطامر الصحية دوفريج السلام يتجه للاعتكاف بسبب أزمة اللاجئين أوروبا تحتمي بالأسلاك الشائكة ما زلنا مع هذه القراءة في الصحف العربية نتحول فيها إلى مقالة الرأي صحيفة الخليج الإماراتية تناولت أهمية المفاوضات لحل الأزمة السورية والجهود المبدولة للتصدي إلى أي محاولات لعرقلتها حتى لا تزهق أو تزهق المزيد من الأرواح أرواح الأبرياء وقالت في الوقت الذي تدخل فيه الهدنة في سوريا أسبوعها الثاني متثاقلة جراء خروقات هنا وهناك فإن مسيرة المفاوضات التي من المفترض أن تستأنف هذا الأسبوع في جنيف تبدو أيضا مرتبكة لأن أطرافها لم تصل إلى قناعة فعلية بأن الطريقة مزدود أمام أي حل عسكري لذا فإن الجهود المبذولة الآن بأي ثمن لعدم السماح لأي طرف بعرقلتها العملية السياسية قد تكون صعبة وتحتاج إلى مزيد من الجهد والوقت لكنها بدأت بانتظار استكمال خطوات ضبط ولجب محاولات العرقلة وهذه مهمة لابد أن تتكفل بها روسيا والولايات المتحدة الأمريكية العد التنازلي لاختيار أمين عام جديد لجامعة دولة العربية تناولته صحيفة الشرق الأوسط في مقال لها نبهت إلى أهمية المرحلة التي تعيشها المنظمة العربية في ظل الأوضاع الأمنية والسياسية المتردية للمنطقة وتابعت سيلتأم قريبا شمل وزراء الخارجية العرب لاختيار أمين عام جديد للمنظمة لقد أفرزت الأعوام الخمسة المنصرمة بما شهدته من تطورات وثورات علامة استفهام وربما علامات حول مستقبل الجامعة العربية قطعا التحديات في الحال مخيفة وفي الاستقبال مرعبة لهذا لمكان فاعل لجامعة الدولة العربية على الأرض دون أليات حقيقية تجعل منها مؤسسة قادرة على الفعل وبلورة رؤية دفاعية حقيقية ناجزة تكون مسؤولة عن سياغة الأرض العربية وتحول دون التدخلات الأجنبية التي ما جلبت إلا الضمار والنار والتجارب الأخيرة خير شاهد على ذلك هذه المرة نتوقف مع صفحات الصحف العالمية ونبدأ من أبرز عنوين صحيفة لوموند الفرنسية الاتحاد الأوروبي يمنح عشرة أيام للاتفاق النهائي مع تركيا بشأن أزمة المهاجرين أوروبا تشهد لحظة تاريخية واليونانيون يشعرون بالخيانة من قبل العواصم الأوروبية على الحدود بين تونس وليبيا وضع استراتيجي بالغ الخطورة حصيلة سقيلة لأكثر من خمسين قتيلا في اشتباكات بين مسلحين وقوات الأمن تؤكد الحساسية المفرطة لهذه المنطقة الاستراتيجية الصحف البريطانية من الجارديان بعد عملية تونس قوة تقودها إيطاليا قوامها خمسة ألاف جندية على أهبة الاستعداد للانتشار في ليبيا المخاوف تتزايد بشأن تهديد الجماعة المتطرفة بعد الاشتباكات الأخيرة على الحدود الليبية والقوة تضم جنودا بريطانيين للمساعدة في تدريب الجيش الليبي إذا ما وافق البرلمان هناك على دعم حكومة وحدة وطنية صحيفة والستريت جوردنال الأمريكية البيت الأبيض سعى إلى دفع عملية سلام في الشرق الأوسط قبل رحيل أوباما مسؤولون كبار للصحيفة خطة يتم إعدادها للإعلان عنها قبل انتهاء مدة أوباما الرئاسية ترامب يواجه اختبارين للقوة في ميتشيغان ومسيسبي وكاسيك وكروز يراهنان على جذبيتهم الإقليمية في مواجهة ترامب أرس الإسرائيلية نتنياهو يلغي زيارته للولايات المتحدة والبيت الأبيض يرد بغضب رئيس وزراء إسرائيل انسحب من لقاء أوباما واختار الإعلام للإعلان عن إلغاء الزيارة بدعوة عدم وجود وقت مناسب لدى أوباما قبل اجتماع لجنة الشؤون الأمريكية الإسرائيلية وضعوا جريدة زمان التركية تحت سيطرة الدولة تصدرت مقالات الرأي بالصحف العالمية منها افتتاحية صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية والتي أكدت أن الديمقراطية تتفكك في تركيا لم يعد هناك أي شك في هدف حكومة أردوغان من السيطرة على صحيفة زمان الأوسع انتشارا في البلاد ففي غدون الثمانية واربعين الساعة فقط بدأت الصحيفة في نشر الدعاية المؤيدة لأردوغان لم يكن ذلك مفاجئا فقد ارتبطت الصحيفة بحليف أردوغان السابق وغريمه حاليا فتحل جولن هذه الحملة مجرد إجراء ضمن التحركات الاستبدادية المتزايدة لأردوغان من سجن المعارضين وتهميش الجيش جنبا إلى جنب مع حملته للقضاء على حرية الصحافة تركيا كانت في يوم من الأيام نموذجا للدولة الديمقراطية الإسلامية لكن يبدو أن أردوغان يبتعد أكثر من أي وقت مضى عن المبادئ الديمقراطية سباق الرئاسة الأمريكية كان محور مقال صحيفة فينانشال تايمز البريطانية واعتبر أن تصدر الجمهورية المتعصب دونالد ترامب دليل على أن ماضي الولايات المتحدة العنصري لم يموت ويقول المقال عندما فاز أوباما بالرئاسة عام 2009 احتفل العالم كله وتنفست أمريكا صعداء وأعلن المراقبون انتهاء قرون من التفرقة العنصرية بوصول أول أسود للبيت الأبيض أما اليوم فإن أمريكا تمر بأسوأ فترة استقطاب عنصري على مدى عقود بفضل دونالد ترامب عادت العنوين العنصرية تتصدر الصحف هناك شك في أن يأتي ترامب خلفا لأوباما في منصب الرئاسة غير أنه استطاع تسميم الأجواء لأحل الخوف وترقب محل الأمال التي سادت ذات يوم بدخول أوباما إلى البيت الأبيض وقبل أن نختتم هذه الجولة الصحفية هذه وقفة مع رسوم الكاريكاتور الأبيض ختم الجولة الصحفية شكرا لكم وإلى لقاء